توجه جديد ستباشر به مصارف عراقية عدة منتصف الشهر الجاري بعدم اقتصار التعاملات على الدولار فقط بما يفضي إلى تعدد العملات وعمليات التداول المختلفة وبأكثر من عملة عالمية اتفاق جرى بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة أواخر العام الماضي بتغطية عمليات تمويل التجارة والاستيراد بعملة الدرهم الإماراتي فالمصارف التي تعمل بعملة الدرهم الإماراتي هي مصرف التنمية الدولي مصرف العراقي الإسلامي مصرف جهان والإقليم التجاري أما المصارف التي ستتعامل باليورو فهي مصرف التنمية الدولي بنك المشرق العربي بنك ناسك بنك أمين العراق مصرف جيهان، مصرف الاقتصاد، مصرف الخليج بنك الوطني الإسلامي، العراقي الإسلامي، والأقليم التجاري وهناك فروع لمصارف تتعامل مع تركيا بعملة اليورو هي المصرف الزراعي التركي إيش بنك وبنك البركة التركي أيضا المصارف التي تتعامل باليوان الصيني هي مصرف التنمية الدولي جيهان، مصرف الأقليم التجاري بنك أمين العراق، والمصرف العراقي الإسلامي كما أن هناك مصارف تتعامل بالربية الهندية وهي مصرف التنمية بنك جيهان مصرف العراقي الإسلامي، بنك الاقتصاد والأقليم التجاري وبنك الخليج كان العراق اتفق مع الخزانة الأمريكية على مواصلة الالتزام والموضي قدما في الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية كافة المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي نحو تطوير آلية عمل المصارف بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان شفافية وتوفير البيانات المفتوحة اشتركوا في القناة